موسيقى نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعنوين موسيقى في قمة دبي رئيسة الحكومة تؤكد قدرة الإدارة التونسية على الصمود وحجد الطاقات الوطنية رغم المتغايرات الدولية موسيقى افتتاح خط بحري بين ميناء طرابلس الليبية وجرجيس ووصول أول رحلة بحرية بين الميناء موسيقى حصيلة زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 36 ألف قتيل وجهود دولية لتسيل إيصال المساعدات الإنسانية خاصة إلى شمال غرب سوريا موسيقى الثامنة من تونس أهلا بكم خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات بدبي ألقت رئيسة الحكومة نجلا بودن كلمة في افتتاح هذه القمة أكدت من خلالها العنصر البشري وشكل هم الثوابت التي تبنى عليها سياسات في تونس مستعرضة أهم الأصلحات والبرامج التي تعمل عليها الحكومة لاستعادة الحركة الاقتصادية واستعادة التوازنات المالية بما يدعم ثقة في الداخل والخارج في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات بدبي بالإمارات العربية المتحدة قالت رئيسة الحكومة بعد أن شخصت الظرف الدقيق الذي تنعقد فيه هذه القمة والمتسمة بأزمات عدة أبرزها الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية إن هذه التغيرات ستؤثر على السياسات الدولية مستقبلا ما يستدعي محيطا دوليا ملائما لمساعدتها على تحقيق تطلعات شعوبها رئيسة الحكومة أكدت أن تونس تأثرت كسائر بلدان العالم بهذه الأزمات التي كانت تأثيرها مضاعفا فكان لزاما على الحكومة مواجهة هذه التحديات وكان هذا التأثير مضاعفا حيث جاءت في وقت تفاقمت فيها التجاذبات السياسية على حساب الإدارة الحكومية وعلى حساب المواطن التونسي وتردت الخدمات وتضاعفت المديونية وكان لزاما علينا كحكومة جديدة مواجهة تركة وتراكم عشرية من الزمن أدت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وفي هذا السياق أكدت رئيسة الحكومة نجلة بودن على قدرة الإدارة التونسية على صمود وحجد الطاقة الوطنية باعتماد مقاربة شمولية لرسم البرامج الإصلاحية بما يدعم ثقة في الداخل والخارج وقد أقرت الإدارة الحكومية التونسية جملة من البرامج التصحيحية على أساس التوفيق بين ما هو عاجل وضروري لتعزيز النمو والاستدامة بثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من جهة وما هو هيكلي وعميق لإرسال مقاومات اقتصاد قوي ومر وأكثر تنافسية من ناحية أخرى وتحدثت رئيسة الحكومة عن الإصلاحات المتضمنة لعدة محاور منها تحرير المبادرة وتكريس المنافسة النزيهة وصلابة القطاع المالي ودعم الإدماج الاجتماعي مبينة أن الرأسمال البشري هو أهم الثوابت التي تقوم عليها السياسات التونسية فمن فكت الكفاءات التونسية وطنيا ودوليا تفرض نفسها وتترك بصمتها في عديد المجالات ولسيما في مجال المؤسسات الناشئة على غرار الشركة الناشئة انستاديب التونسية التي تنشط في مجال الذكاء الاصطناعي بتطبيقات في الصحة والبيوتكنولوجيا والتي وقع دمجها في شركة بيونتك والتي أسسها تونسيين الشابين زهرة وكريم وكذلك المؤسسة الناشئة كوموليس واعتبرت رئيسة الحكومة أن هذا لا يحجب هجرة الأدمغة وهجرة الشباب التونسية التي أصبحت هاجسا يستوجب وضع البرامج والسياسات التي تشجعهم على البقاء في تونس والعودة إليها كما بيّنت رئيسة الحكومة أن تونس ستحقق التعافي المستدام أن النجاح هو قدر التونسيات والتونسيين ولن نرضى لغير ذلك مديلا وأننا سنحقق التعافي المستدام حتى تكون تونس كما يريد لها شعبها أن تكون أرضا للحرية والديمقراطية والإبداع والابتكار ونمو الدائم والمستدام وتعتبر قمة الحكومات منصة لتحاور بين حكومات العالم ومحطة هامة لقراءة التوجهات العالمية والاستعداد لمجابهة الأزمات القادمة من خلال الاستشراف وبناء القدرات أصدر رئيس والجمهورية قيس سعيد أمر يقضي بتعيين رضا جابوش كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري مكلفا بالمئة وفقا لمصادر متطابقة تعهد القطب القضيي لمكافحة الإرهاب بالأبحاث المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدابير الاعتداء المقصود بحق خمسة مشتبه بهم منهم خيام التركي وعبد الحميد جلاصي وكمال الطيف إيقافة نهاية هذا الأسبوع رفق حسب مصادر متطابقة تكتمون على دوافع يوم كان الموقفين وبعد أكثر من 48 ساعة حسب رواية المحامين تبين لهم وبعد اتصال مع النيابة العمومية أن منوبهم على ذمة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على اعتبارهم موضوع أبحاث متعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدابير الاعتداء المقصود أشكال في بداية الاحتفاظ هذا من ساعة تاريخ خاطر يزم يكون في المحضر موجود يبدو أنه حطوهم تاريخ يوم الأحد موش يوم السبت وأشكال قانوني سيطرح لأنه نعرف اليوم الإجراءات هذه مبتلة والقانون صرح صرح معناها بصراحة أن يتم معناها إبطال جميع الأعمال المنافية إلى الإجراءات الأساسية خاصة التي تهم معناها مصلحة المؤتهم معناها الشرعية وهذا البطلان لا يمكنه معناها تلافيه بأي وجه كان اعتباره أنه 48 ساعة ما كان في الحسبان أنه بشيكون اليوم يوفاو تقريبا على الساعة الواحدة أو الساعة الثانية يوفاو يبدو أنه حسب ما علموهم أنه بداية الإيقاف أنه يوم الأحد بضي ساعة معناها تحسب 48 ساعة ما ينجم يشوفه يطلعوا على الملف ويتصلوا بالأشخاص هؤلاء بمنوبهم إلى يوم الثلاثة الإيقافات تمت وحسب رواية المحامين منذ فشر السبت الماضي في خرق واضح لجمال الجريات القانونية إذ لم يتسنى لهم معرفة مصير منوبهم وفيهم سياسيون وقضات ورجال أعمال وبعض هؤلاء المحامين تحولوا لنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية وبعض هم إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرأم الإرهابي بتقنة الجرجاني بالعاصمة في مسعن الاجتماعي بهم كنت لداخل لحقيقة قبلوني بالترحاب وبسلوب حسن ولكن قالوا لي ما عنيش الموضوع هذا ما عني حتى فكرة عليه ما نعرفوه شعنا لأن أعرفوا كمان الطيف ولا خيام التركي والديرنا وقفين هنا نهارين نستنى وبشتد سمحونا قال ليه موش عنا براوا لوجهوا فيه شوفوا نيابة العمومية رجعوا لها وشوفوا كلمت بعض الزملاء المتوجدين قدام نيابة العمومية بشيء بحثوا في الموضوع يبدو وأنه موش في المقر هذا حول الجميع إلى مقر آخر وصلنا اليوم الثالث لم أستطع الاتصال بمنوبة خيام التركي ولا الحديثة معه ولا حتى ما عرفت شنية أحواله ولا شنية التهمة ما تلقى حتى معلومة من عند حتى أي إنسان تكتمت شديد وحسب هيئة الدفاع عن الموقفين فنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بدون استخلت عن الملف بداية من فجر الأمس لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب استناداً إلى القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل وتبيض الأموال وهذا وفق التقديرات لا يفسر تفاصيل الإقافات التي تمت رغم أن القانون عدد خمسة لسنة 16 ألفين المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية يضبطها بالنسبة للجنح والجنايات بالنسبة للقضايا الإرهابية عملوا معناها أكسبسيون بالنسبة للقضايا الإرهابية أنه يكون خمسة أيام وتمدد مرتين معناها خمسة وخمسة في الكل يجي وخمسة شميوم لكن الإشكال أنه التي ترح في خصوص القضايا الموجودة أنه أعطاها معناها ضمانات كبيرة معناها فصل 13 أنه وجوبية معناها إعلام العائلة من ناحية ثنين أنه المحامي يكون معناها موجود في ينتدب المحامي معناها المتهمة ذي شبه ويكون معاه منذ اللحظات الأولى في الاستنتاق ثم إذا كان ثم أبحاث إذا كان ثم حج وثيقة وحج معناها معناها أدوة جريمة إلى غير ذلك تشجر الإشارة إلى أن النيابة العمومية لم تصدر إلى حد الآن وبصفة رسمية تفاصيل عن هذه الإيقافات التي جرت نهاية الأسبوع وصلت إلى الميناء التجاري بجرجيس باخرة للمسافرين قادمة من ميناء ترابلساليبي في أول رحلة بحرية بين المينعين تهدف إلى تنويع مسارات نقل المسافرين بين البلدين وتخفيف الضغط على معبر سجدير وبمناسبة انطلاق هذا الخط أقرت شركة تخفيضات على أسعار تذاكر بـ 50% على الرحلتين الأولى والثانية ولم يتم تسجيل إقبال كبير على الحجوزات بسبب رداءة الأحوال الجوية أول رحلة للمسافرين قادمة من ميناء ترابلساليبي سرست بالميناء التجاري بجرجيسا في افتتاح للخط البحري بين تونس والليبيا خط يهدف إلى تنويع مسارات نقل المسافرين بين البلدين وتخفيف الضغط على معبر رسجدير الحدودية في افتتاح الخط البحري لنقل الركاب والبضايع إن شاء الله ونتمنى من الله أن يستمر على خير على البلدين إن شاء الله العظيم وكما نأمل من إخوتنا تسهيل الإجراءات لنبنى بين الإخوة لنقل الصعوبات ما بين المسافرين وفي سرعة الإجراءات قرار هذا الخط البحري للمسافرين بين تونس والليبيا جاء بعد مجهودات كبيرة من جميع الأطراف المتدخلة من الجانبين لمزيد دعم العلاقات بينهما إضافة إلى أنه سيزيد من تنوع نشاط الميناء التجاري بجرجيس في رحلات المسافرين المنصة أو البرنامج هذا يفتح على عديد المنصات التي تنجم تكون نقطة انطلاق واحدة جدا في استثمار الخط البحري بين ترابلس وجرجيس ولما لا بعد ينطلق إلى موانع أخرى الانطلاق الوعدة هذه إن شاء الله تتباح رجحاته خرارة سفر بالسيارة اللي هو زمانه طويل ومتعب شوية سفر بالطيارة اللي هو ثمنه باهض شوية فالباخرة مرتاحة وثمنها في المتناول تقريبا كل التجهيزات متوفرة لكي نجم نخدم البسجي على أحسن وجه بأنواعه الكل كي سواء البسجي اللي جاينا من الجهة الأوروبية ولا من إخوتنا من ليبيا وإلا كيف كيف أونيفوكروازير هذه بالحق معناها فخر كبير إن شاء الله معنا نخدم الناس كل مع بعضنا لكي نجم نحافظه على الخط هذا رحلتان في الأسبوع ستؤمنها الشركة المستغلة عبر هذه الباخرة وتعويل كبير على المسافرين لإنجاح هذا الخط فالشركة تعتزم أيضا إطلاق رحلات بحرية بين ميناء جرجيس والترابونس لنقل البضاء في انتظار استكمال بعض الإجراءات الإدارية للحصول على الترخيص اللازمة تحصل اليوم 36 متوجا في المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة مشروعك من الذين استكملوا إعداد ملفات تمويلهم على إشعارات تمويل من البنك التونسي للتضامن المسابقة أنجزت في إطار برنامج التكوين وسوق الشغل الذي يتم تنفيذه بتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الألمانية للتعاون الفنية بكل حماس وإسرار على مواصلة تنفيذ مشروعه وإنجاحه تسلم محمد اليوم إشعار تمويل مشروعه من البنك التونسي للتضامن محمد من بين 48 متواجا في المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة مشروعك 36 باعث مشروع استكملوا إعداد ملفاتهم وتحصلوا على إشعارات تمويله المشروع هو منصة تعليمية عن بعض اللي باش نحاولوا نعالجوا بها المشاكل المتاع الزغير سيرتولي عندهم صعوبات في التعلم باش نعملوا طو كروتوتيب باش نتكلف في حوالي 70 ألف دينار جسكا بيدايا نتعال عاملول ومن بعد إن شاء الله نبدأوا في المشروع الصحية كلما ندرسوا أكثر المشروع أكيد باش يكون عنده حظوظ أكثر في أنه ينجح وفي أنه يفرض روحه وسط السوق مشروع متاعي هو أني نصنع نعورات تولد الضوء الإلكتريسيتي من تقت الرياح الدعم اللي تلقيته معكم 30 ألف دينار 94 مؤطر من مختلف هيكل المساندة أمنوا المرافقة والدعم لأصحاب المبادرة الخاصة وقد تم اختيار 250 فكرة مشروع ذمن المسابقة أترك البعثين هذوكما خاصة في كيف يقدم هو المشروع ويقترحه للمؤسسة التمويل مرافقة ما بعد المشروع هي أكيد مش تكون مرافقة مشخصة مش تكون عمل دوري برجا شباب بدأوا يعمل فكرة وبدأوا يحلموا عملوا فكرة تربطها تسمى تكوين نعاونهم باش يتأهلوا باش يتضربوا باش ينجموا يقدموا في مسارة المشروع مشروع مسابقة وطنية أنجزت في إطار برنامج التكوين وسوق الشغل الذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهاني والوكالة الألمانية للتعاون الفني بالنسبة للـ 36 يوم تقريبا في حدود 2 مليون دينار معنا قيمة الاستثمارات تقريبا 35% هي معناها البتياز بشي ساهم فيهم تقريبا 54% قيمة المنحة التي تعطيها المسابقة مناوية متع خلق موطن شغل في حدود تقريبا 340 موطن شغل لقد ساهمنا في المرافقة ودعم البعثين الشبان في تجسيد مشاريعهم من خلال تمويل 48 مشروعا في إطار المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة التي سندناها من أجل تشغيل الشباب ودفع المبادرات الشبابية الخاصة في تونس وستتواصل برامج المرافقة والإحاطة بالنسبة للمشاريع المتبقية لتمكن أصحابها من الحصول على تمويل وتنفيذ مشاريعهم في الجنوب التونسي حيث ندرة القطرة المبتغات على أرض لا شد ما أظناها العطش في سنوات من القيذ والشح في تلك الربوع حيث يرن الفلاح نحو السماء متشوقا لفيذ العطاء ارتوت أرضه وانشرح صدره بعده طول الغيث هذه الأيام بعد سنوات عديدة من الجفاف وانحباس الأمطار بمختلف مناطق الجنوب التونسية وما خلفته من أثار سلبي على القطاع الفلاحية على غراسات الزيتين على وجه الخصوص ومراعي المواشي والإبل استبسر المواطن استبسر المواطن في ساحات القليلة الماضية بنزول كميات هامة من الأمطار الحمد لله بشراء الحمد لله جان الخير هذه نعمة من عند ربي يعني كنا ننتظر فيها سنوات والحمد لله نحن نصور وانطر يتصب علينا الحمد لله يا ربي غير نافع نبيها ربي هذه تباهية لكل شيء باهية للزيتون وخاصة للزيتون اللي عاشت سنوات جفاف كبيرة هذه المطار نستنى فيها عندنا أكثر من عامين اللي عامين الجنوب جفاف كبير فيه اليوم حن علينا ربي بالغاية النافع وجيه في وقت مهم ياسر للجهة خاصة اللي نقاط شجرة الزيتون وفلاحتنا كله بحول الله نزول الأمطار في هذه الفترة من الموسم الفلاحية من المنتظر أن تمثل انطلاقة جديدة لحدد من الأنشطة الفلاحية التي تتميز بها جهات الجنوب الشرقي التونسية جولت في جميع معتمدية جرزيس بجميع أنحاها والمطر عامة في جميع أنحاها تصل إلى 15 إلى 20 ملي متر هذه المطر هذه أولا باهية لغابة الزيتين للشجرة باش ترجع لأصلاح نحن نحب نحافظه على رأس المال شجرة الزيتون والكرمة والإنبة والتفاحة والزلوزة اللي شرفت على الموت بالنسبة لأمطار هذه الحمد لله معناها كانت أمطار تنظر في الفلاحة وأمطار معناها عامة في كل المناطق هذه كما يقولوا جديد جت في فسوخ اليالي معناها تنفع بالنسبة للزيتون لجار المثمرة حتى المراعي تتحسن كميات هامة من الأمطار في فترة انتظرها طويلا الأهالي والفلاحون هنا من المنتظر كذلك أن تخلق نقلة نوعية للمشهد هنا على المستوى الاقتصادي بشكل عام لما تمثله الأمطار من قيمة وهمية لدى الأهلية دوليا الآن يتواصل ارتفاع حصيلة قتل زلزال المدمر الذي ضربت تركيا وسوريا وسط تخوفات الأمم المتحدة من تضاعف أعداد الضحايا فيما يبقى وصول المساعدات والإغاثة إلى شمال غرب سوريا صعبا بوجود معبر وحيد متاح من تركيا في الوقت الذي بلغت فيه حصيلة القتل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أكثر من 36 ألف قتيل وعشرات ألف المصابين أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من تضاعف أعداد الضحايا خاصة في سوريا الذي يبدو الوضع فيها أكثر تعقيدا إذ ما زال معبر باب الهوى شمال غرب البلاد نقطة العبور الوحيدة المتاحة من تركيا والتي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود مارتن جريفث منسق الأمم المتحدة للإغاثة أكد خلال زيارته اليوم حلب أن الحاجة الملحة حاليا في سوريا هي توفير الملاجئ والطعام والتعليم ورعاية النفسية والاجتماعية مواضحا أن المنظمة الدولية ستصدر نداءات لتقديم المساعدة لجميع المناطق التي ضربها الزلزال ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة مساء اليوم يتلقى خلالها أعضاء المجلس إحادة من جريفث بشأن الاستجابة للزلزال في كل من تركيا وسوريا يشارك فيها من دوبا تركيا وسوريا لدى الأمم المتحدة تليها جلسة مشاورات مغلقة أخرى ينيقش خلالها أعضاء المجلس فقط التطورات وكيفية الاستجابة متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية استبقى الاجتماع بحث الولايات المتحدة على الرفع الفوري لما وصفه بالعقوبات الأحدية غير القانونية المفروضة على سوريا والتوقف عن خلق أزمات إنسانية وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قد أعلنت أن الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى التصويت الفوري على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا عبر مزيد من المعابر الحدودية مع تركيا في الأثناء ينيقش دبلوماسيون أوروبيون استثناءات محتملة من العقوبات على سوريا للمساعدة في إصال المساعدات الإنسانية وسيحال الملف بعد اجتماع اللجنة السودسية للاتحاد الأوروبي إلى اللجنة القانونية لمناقشة البدائل المحتملة وعبر معبر باب الهوى السوري على الحدود مع تركيا وصلت قافلة مساعدات قطرية من سبع شاحنات لإغاثة المتضرجين بينما بلغ عدد شاحنات المساعدات التي أرسلتها الأمم المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية اثنتين وخمسين شاحنات وتتعدد التفاصيل التي يرويها بعض الناجين من الزلزال الذي ضرب شمال سوريا والهالي وهالي الضحايا ألاف القتل والجرح وأيضا المشردين في مشهد يعمق الأزمة الإنسانية الناجمة عن سنوات من النزاع انقطعت أماله في العثور على أحياء من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا فلم يعد رجائه سوى انتشال ضحايا لدفنهم كتمت أصواتهم واستغاثاتهم تحت ركام المباني المدمرة لم تسعف الكلمات في التعبير كما لم تسعف غيره ممن فقد عزيزا أو صديقا أو قريبا فاكتفى بالنظر إلى الأنقاذ وفي البال حكايات وحكايات بل ربما مشاهد لم تستطع الذاكرة محوى تفاصيلها الألمة تفاصيل يرويها أخرون بمررة الفقدان فقدان أحباء لم يعد لقاؤهم متاحا ولا الحديث إليهم ممكنا هم الآن بين ضحايا كارثة هازت الأرض ودمرت المباني صرت أركض بالشارع وصيح يا رب وأنا بطالع لقيت مرتي والزيرة بنت سبع سنين عمراء والمرأة وظليت أفتل بالشارع أنا هون لحتى شفتون قالتني الولاد راح ألاف القتلى والجرح بالإضافة إلى مشردين أصبحت تأويهم الخيام بعد أن سوى الزلزال مبانيهم بالأرض في مشهد لأزمة إنسانية تنظف إلى أخرى ناجمة عن 12 سنة من النزاع في سوريا أثرت القرارات والصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي بشأن شرعانة تسع بؤر أو بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة أثرت حملة تنديد واسعة وقد دعا في هذا الخصوص البيان الختمي لمؤتمر دعم القدس الذي عقدته جامعة الدول العربية بالقاهرة أمسي دعا المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الاسرائيلي المتواصل عليه بكافة أشكاله وسط دعوات متجددة للمجتمع الدولي بذرورة التحرك العملي والفوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واسل المحتل الإسرائيلي سلسلة انتهاكاته وجرائمه ضد ابناء الشعب الفلسطيني وفي حسيلة جديدة للتصعيد المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرون بنيران قوات المحتل في مدينة نابلوس شمال الضفة الغربية المحتلة كما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين بجروح متفاوتة الخطورة بمدينة القدس المحتلة في اشتباكات مع قوات الاحتلال التي عمدت اقتحام قرية بالمدينة وهدمت ثلاثة منازل للفلسطينيين وذلك ضمن عمليات الاستيطان المستمرة والممنهجة للتهجير القصري للمواطنين والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وقد قُبلت السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي كانت على رأس جدول أعمال مؤتمر دعم القدس الذي عقدته جامعة الدول العربية قُبلت بحملة تنديد واسعة من الأطراف المجتمعة بالقاهرة أمس وأكد البيان الختمي للمؤتمر على أن القضية الفلسطينية العادلة ستبقى القضية المركزية للأمة العربية والأحرار والمتمسكين بالقانون الدولية كما طلب البيان المجتمع الدولي بالتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلية المتواصل بكافة أشكاله وبتحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة قبل أسبوع من الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية يبحث حلف الناتو مع مدى كييف بالمقاتلات وواشنطن تحذر مواطنيها وتنصحهم بمغادرة روسيا على الفور المشهد يزداد قتمة في ساحة القتال خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانتلاق المعارك بين روسيا وأوكرانيا ففي الوقت الذي تصعد فيه روسيا من عملياتها العسكرية تسعى كييف للحصول على صواريخ وطائرات مقاتلة متطورة لمواجهة الهجوم الذي يستهدف منطقة بخموت والتي تعتبر اليوم نقطة محورية في المعركة وينظر إليها الكريملين على أنها مفتاح لهدفه المعلن المتمثل في السيطرة على قلب أوكرانيا الصناعي وتحولت بذلك بخموت إلى رمز وطني للمقاومة الأوكرانية والتي لم يعد من الواضح اليوم إن كانت ستواصل الدفاع عن المدينة أو تقرر تنظيم انسحاب تكتكي بسبب المحاصرة الروسية وسط استمرار المعارك مع مواصلة الغرب دعمه العسكري لكييف حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي من كمية الذخار التي تستهلكها القوات الأوكرانية والتي تتجاوز ما ينتجه الدول العظام في الحلف حسب تقديره مؤكدا أن الهجوم الروسي الذي كان يخشى وقوعه في أوكرانيا قد بدأ فعليا تصريح أدل به أمين عام الحلف خلال مؤتمر صحوفي عشية اجتماع لوزراء الدفاع في دول الناتو والذي سيناقش مسألة إمداد أوكرانيا بالطائرات تحتد المعارك وتأخذ يوما بعد آخر منعرجا خطيرا ما جعل واشنطن تطلب من مواطنيها مغادرة الأراضي الروسية على الفور وعدم سفر إليها بسبب الحرب واحتمال تعرضهم للأتقال دون سند قانوني وهذه المرة الثانية التي تواجه فيها واشنطن هذا الطلب إلى مواطنيها الإذاعة والسلام هكذا اختارت الإذاعة التونسية عنوان احتفائها بيوم الإذاعة العالمي الراديو في يومه العالمي والإذاعة التونسية بالخصوص قصة جهاز ما زال متوهجا وصامدا رغم المصعب بأناملهم العفية وأصواتهم الشجية وكثير من الحب لجهاز الراديو والمصطح صنعوا ربيع أم الإذاعات التونسية نور الدين الحج محمود وسمير بن خالد قيد ماني من جيل أوائل الإذاعة التونسية عدنا بهما إلى أروقتها وستوديوهاتها في عيد الإذاعة العالمي عائدين بذاكرتيهما المفعمتين حنينا إلى محطات قديمة يتشدد بريقها مع جيل جديد بالمؤسسة ناضح حماسا تنشر السلام في العالم الكل اللي ذاعة على خطر مسموعة في كل وقت وفي كل مكان والصحيح هو اللي يدوء على خطر نجم تحب حاجة وتعجب بحاجة كي تعجبك وردة تقصها وعمر الورود قسيب وكيف تحب حاجة تقول ترعى فيها حياتك الكل يرعاو إذاعتهم يرعاوها والحب والسلام إن شاء الله في العالم الكل وحتى كي نعيشوا وضعية صعيبة بين بعضنا نقول وراه وضغط العمل حكايات وذكريات تتردد بين سجهات الإذاعة التونسية ومحطاتها الاثنة عشر الوطنية والجهوية تحوي بين دفتيها رتحا من تاريخ وطن وشعب ودولة وتحبق تفاصيلها ألفة وانضباط للعمل الإذاعة حقيقة أحدثت نقلة نوعية على مستوى الاتصال والتواصل والإعلام الإذاعة الوطنية كانت هي تقريب الأم هي اللي تقدم المعلومة تقول مشهد تغير وتعدد القنوات والمحطات الإذاعية مركزيا جهويا إلى غير ذلك لكن الإشكالية يا سامية وهنا تقريبا مربط الفرس هو منه إشكالية المضمون للإذاعة دائما تكون قريبة لماذا؟ لأن الإذاعة لأدوار متاحها متعددة ومتنوعة والشعار متاحها هو شعار السلام تتجلى صورها اليوم أيضا مع العاملين بالإذاعة التونسية رغم صعوبة الظروف والخسرات الفاتحة أحيانا نجموش نحتفل اليوم في الإذاعة التونسية بيوم العالم الإذاعة ما غير ما نفكر في صديقنا وزميلنا وخونا المرحوم النظم الهاني منذ انطلاقة إذاعة تونس الثقافية وهو بيننا في هذه الأروقة في هذه الأستوديوهات قمنا بربط موحد مع إذاعة صوت لبنان تحت إشراف مكتب اليونسكو ببيروت ونحن في حاجة إلى خطاب متزن خطاب يكون موضوعي ومن الحكايات تنجلي رهنة يرفعها العمل الإذاعي وسط هيمنة الوسائط التكنولوجية ومضمين منصاتها اللامتناهية يبدو تحدي كسبها ممكنا مع التزام الإذاعيين باختلاف اختصاصاتهم إنتاج مضمين موضوعية مسؤولة تنشر السلام للراديو محبين كثر وليجهزته المختلفة عشاق لا يبالون بالثمن مهما ارتفع سعره عام اختار عبود سبعيني أدركته محلة تجميع يجهزة الراديو القديمة فكان يشتري الغالي والنفيس من مؤنس البيوت لحوز اليوم على أكثر من مائة وسبعين قطعة راديو أثث بها مقاه على صوت ذبذبات موجات المذيع القديم بكل ما يحويه من معاني يعلو فوق كل ضجيش بهذا المقهى يحتفظ العم مختار بذاكرة الإنسانية أجهزة راديو بمثابة تحف فنية تختزل سنوات من عمره قضها في المهجر كان خلالها المذيع أنيسه ورفيق دربه ومعلمه لطالما اجتمع مع رفاقه لينتقل عبر الأثير بين كنوز إذاعية ما تزال في الذاكرة وتحمل حنينا في أعماقهم وسيلة الوحيدة في الإرشاد الفلاحي في الإرشاد الاجتماعي في الإرشاد الصحي أروا المذيع عنده وعنده وعنده قيمة كبيرة بل كان يثق فينا كان المعلم بعد المعلم وكنا ما نلوجه على أكبر راديون يجبد الأخبار وأكبر راديون في بي بي سي كنا نلوجه على الشرق الأوسط وأكبر راديون كنا لو أعليش نقول أكبر ومشي الفكرة يعني اللي نجم ونجبدو بيتونس هي مائة وسبعون جهاز راديو بأحجام مختلفة وأشكال أنيقة يعتني بها العمو مختار كي لا تفقد أصالتها وعراقتها استطاع من خلالها أن يؤثث متحفا لا يرتاده زبائن المقهى فحسب بل الباحثون والمثقفون نتفكروا فيها أي ميتنا نتفكروا فيها جدودنا نتفكروا فيها معناة الإنسان الشيخ كي يخزر يشوفه في الراديو وشوفك الحاجة الباهية المنتزة نتفكروا في الحاجة القديمة نفسي كي تشوفه في الإذاعات والراديونات القديمة هذين ناس جي تبقى أغلبيتها تعمل ندوات وتعمل قاعدات ثقافية يجلبها لي هالدكور المزيان برشة ناس يجوه يحب يوخ قاوة يدخل يعجب الدكور يرجع يجب مرته يصور فهمني والحمد لله رب العالمين عبارة متحف عبارة بتحف ونسكر الأكاديميين بتاعبوا حجلة والمثقفين بتاعبوا حجلة يعملوا في محاضرات هنا كل ثلاثة أربعة شهور يجوه يعملوا محاضرة ورغم تطور وسائل الأعليمي وتنوعها متزال الإذاعة أداة اتصال قوية ونقطة مركزية لحياة المجتمعي تصل إلى الجمهور على أوصع نتاق في العالم ولأن صدى الألحان يتجاوز الحدود ويعبر عن كنه الوجود وممطلق أن الموسيقى لغة عالمية تعبر عن الإنسانية في مختلف تجلياتها وتضامنا مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا نظم مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة عرضا موسيقيا تعود مدخيله للمتضررين هناك تجذيرا لمبدأ المد الثقافي التضامني وتجسيدا لدور الفن في مسندة القضايا الاجتماعية والإنسانية نظم مساء أمس مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة عرضا فنيا لأكاديمية الأوركستر السامفوني التونسي وقد خصصت مداخل الحفل لفائدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا جايين باش نشجعوا ونستمتعوا الشاباب اللي مفاركين بتاعة تونسيا داتي ايت وباش نستمتعوا بالعرض وخاصة باش نكونوا مساهمين في اللي تويكة يعني ذحايا متاع الزلزال إن شاء الله ربي يلطف بيهم ناس الكل ثقافة الموسيقى تود دخلة في معالجة نفسية في خدمة الإنسانية في برشة حاجة إن شاء الله العبيد الكل تساهم هذيك عليج زدنا تشجعنا بجينا تعرف ديما نحنا نعاونه بلدين الأخرين ديما تونس في أي كارثة تلقانا مسندين العبيد الاخرين عرضة وساعة معتها الغيزون لصار العرض ذي الكل على خطر الياندي سيغيان صار معتها زلزال هو الكل شي لم وتبرعات العرض الموسيقي الذي يحمل اسم كورد اثنين تضمن قطعا ومعزوفات مختلفة ومتنوعة استمتع بها الجمهور المواكب للحفل تفاجأنا بالمستوى المتاحة مصغيرات التكوين يعني ما عمنا متحكمين في الآلات المتاحة فيو العمر المتاحة مريمو حاجة بيكابل كوش نتخيل اللي عنا المستوى هذا خاصة في العزف وفي التنفيذ عجبتني كونتخباس عجبني تفضل لجيغان يزاد وصولهم تالفيولون يسميزين برشا المعزوفات عالمية هي فرنسية واسبانية للمؤلفين غنو فوري وحنا ديما اختياراتنا هكا موسيقى من التراث العالمي حلقت بالجمهور إلى عوالم الجمال والرقي والإنسانية بغاية المساعدة على التخفيف من قبح الكوارث وألم المآسي في أخبار رياض الأن حافظة تونسيون جابر على مركزها الثالث